اهلا بكم اصدقائي الاطفال نحن الان في بداية فصل جديد نتمنى ان يكون حافلا بالجد والاشتهاد سنبدأ اليوم بدراسة كتاب الرياضيات للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراس الثاني مع الاطفال الشطار الدرس الاول القسمة الفكرة العامة ما القسمة القسمة هي عملية تجرى بين عددين احدهما يمثل عدد الاشياء التي معك والعدد الاخر يمثل عدد المجموعات المتساوية التي يمكن ان تشكلها لناخذ مثالا كي نعرف القسمة جيدا مع فهد 15 ريالا يريد ان يوزعها على 5 من اصدقائه فاذا اعطى كل منهم العدد نفسه من الريالات فان كل صديق سيأخذ كم ريالا يا ترى حسنا لنبدأ فهد معه 15 ريالا اذا 15 تقسيم 5 لديه 5 اصدقاء يساوي 3 اذا 15 تقسيم 5 يساوي 3 سيعضي 3 ريالات لكل واحد من اصدقائه حسنا اجيب عن الاسئلة التالية اجدو ناتد الطرح 14 ناقص 7 يساوي 7 السؤال الثاني 36 ناقص 6 يساوي 30 45 ناقص 9 يساوي 36 36 56 ناقص 8 يساوي 48 في مكتبة المدرسة 18 طالبا اذا كان 6 منهم يقرؤون قصصا تاريخية فما عدد الطلاب الذين يقرؤون اصنافا اخرى من القصص سنقوم باجراء عملية الطرح 18 ناقص 6 يساوي 12 اذا عدد الطلاب الذين يقرؤون قصصا اخرى هو 12 حسنا لنبدأ بحل الفقرة الخامسة اي زوجين من المجموعتين الاثيتين متساويان في المجموعة الاولى لا توجد مجموعتين متساويتان المجموعة الاولى فيها 6 وردات والمجموعة الثانية فيها 3 وردات اما هنا فيوجد لدينا 5 دبابيس في المجموعة الاولى و5 دبابيس في المجموعة الثانية اذا المجموعة الثانية هي التي سنقوم بوضع دائرة عليها لانها تحمل مجموعتين متساويتين تقاسمت هند وسارة ووفاء صندوقاً من الحلوى أخذت كل واحدة منهم سبع قطع فكم قطعة حلوى كانت في الصندوق سنقوم بضرب الرقم سبعة بالعدد ثلاثة لأن لدينا ثلاثة فتيات هند سارة ووفاء وأخذت كل واحدة منهم سبع قطع إذن سبعة ضرب ثلاثة يساوي واحد وعشرين أجد نتيجة الضرب اثنان ضرب أربعة يساوي ثمانية ثلاثة ضرب ستة يساوي ثمانية عشر خمسة ضرب أربعة يساوي عشرين سبعة ضرب ثمانية يساوي ستة وخمسين أكتب جملتي الضرب المناسبتين للشبكتين الآتيتين أربعة ضرب اثنين يساوي ثمانية اثنين ضرب أربعة يساوي ثمانية لنبدأ بالدلس الأول علاقة القسمة بالطرح تحوي علبة الألوان خمسة عشر قلما بألوان مختلفة حمراء وزرقاء وصفراء وبأعداد متساوية فما عدد الأقلام من كل لون تحوي علبة الألوان خمسة عشر قلما ولدينا ثلاثة أنواع من الأقلام أحمر وأصفر وأزرق خمسة عشر تقسيم ثلاثة يساوي خمسة إذن لدينا خمسة أقلام من كل لون عندما أقسم فإنني أوزع عددا من القطع في مجموعات متساوية لأجد عدد تلك المجموعات أو عدد القطع في كل مجموعة حسنا لنحل هذا المثال ما عدد الأقلام من كل لون في العلبة أستعمل جملة عددية لكتابة الحل أستعمل خمسة عشر قطعة وأقسمها ثلاث مجموعات متساوية المجموعة الأولى فيها خمسة والمجموعة الثانية فيها خمسة والمجموعة الثالثة فيها خمسة إذن في كل مجموعة خمس قطع الجملة العددية التي تصف هذا النموذج هي 15 تقسيم 3 يساوي 5 لذا يوجد 5 أقلام من كل لون يمكن أن أقسم أيضا باستعمال الطرح المتكادر حيث أبدأ بالعدد 15 وأطرح 3 في كل مرة حتى أصل إلى الصفر حسنا لنبدأ بحل الأسئلة وزعت 16 وردة في زهريات فوضعت 4 وردات في كل زهرية فما عدد الزهريات؟ حسنا لدينا الآن 16 وردة ووضعت كل 4 وردات في زهرية إذن 16 تقسيم 4 يساوي 4 حسنا لنبدأ بحل المثال الثاني أستعمل الطرح المتكرر لأقسم 12 تقسيم 3 سنبدأ برقم 12 ونطرح 3 في كل مرة 12 ناقص 3 يساوي 9 9 ناقص 3 يساوي 6 6 ناقص 3 يساوي 3 3 ناقص 3 يساوي 0 لقد قمنا بالطرح 4 مرات إذن 12 تقسيم 3 يساوي 4 حسنا الفقرة الثالثة 8 تقسيم 2 سنقوم باستخدام طريقة الطرح المتكرر سنبدأ بالرقم 8 سنطرح 2 في كل مرة 8 ناقص 2 يساوي 6 6 ناقص 2 يساوي 4 4 ناقص 2 يساوي 2 2 ناقص 2 يساوي 0 إذن قمنا بالطرح 4 مرات إذن النتيجة هي 4 أستعمل النماذج لأقسم وأكتب جملة عددية وأجد الناتج قطعت ربة منزل كل برتقالة ثمانية شرائح ووضعتها جميعا في طبق واحد إذا كان في الطبق 16 شريحة فما عدد البرتقالات التي قطعتها لقد قطعت كل برتقالة ثمانية شرائح ومجموع هذه الشرائح كلها 16 شريحة إذن 16 تقسيم 8 يساوي 2 أحسنتم طريق طوله 16 كيلومترا تم تقسيم العمل فيه إلى مراحل طول كل مرحلة منها 2 كيلومتر فما عدد المراحل طول الطريق 16 كيلومترا وطول المرحلة الواحدة 2 كيلومتر إذن 16 تقسيم 2 يساوي 8 أستعمل الطرحة المتكررة لأقسم 10 تقسيم 5 سأبدأ بالرقم 10 وسأطرح 5 في كل مرة 10 ناقص 5 يساوي 5 5 ناقص 5 يساوي 0 لقد قمنا بالطرح مرتين إذن الناتج هو 2 10 تقسيم 5 يساوي 2 حسنا 9 تقسيم 3 سأستخدم طريقة الطرح المتكرر سأبدأ بالرقم 9 وأطرح 3 في كل مرة 9 ناقص 3 يساوي 6 6 ناقص 3 يساوي 3 3 ناقص 3 يساوي 0 لقد قمت بالطرح 3 مرات إذن الناتج هو 3 9 تقسيم 3 يساوي 3 24 تقسيم 6 سأبدأ بالرقم 24 وأطرح 6 في كل مرة 24 ناقص 6 يساوي 18 18 ناقص 6 يساوي 12 12 ناقص 6 يساوي 6 6 ناقص 6 يساوي 0 لقد قمنا بالطرح 4 مرات إذن النتيجة هي 4 24 تقسيم 6 يساوي 4 لننتقل للفقرة العاشرة 27 تقسيم 3 لنبدأ بالرقم 27 وسنطرح 3 في كل مرة 27 ناقص 3 يساوي 24 24 ناقص 3 يساوي 21 21 ناقص 3 يساوي 18 18 ناقص 3 يساوي 15 15 ناقص 3 يساوي 12 12 ناقص 3 يساوي 9 9 ناقص 3 يساوي 6 6 ناقص 3 يساوي 3 3 ناقص 3 يساوي 0 لقد قمنا بالطرح 9 مرات إذن الناتجة هو 9 27 تقسيم 3 يساوي 9 لننتقل للفقرة العاشرة 28 تقسيم 7 سنبدأ بالرقم 28 ونستقدم طريقة الطرح المتكرر لنقوم بإيجاد ناتج القسمة سنطرح 7 في كل مرة لنبدأ حالا 28 ناقص 7 يساوي 21 21 ناقص 7 يساوي 14 14 ناقص 7 يساوي 7 7 ناقص 7 يساوي 0 إذن قمنا بالطرح 4 مرات الناتجة هو 4 28 تقسيم 7 يساوي 4 الفقرة الثانية عشرة اشترى ناصر 24 قلما فاحتفظ بأربعة أقلام لنفسه وقسم الأقلام الأخرى بالتساوي على إخوته الأربعة فكم قلما أخذ كل واحد منهم ناصر لديه 24 قلما أخذ أربعة لنفسه وقسم الأخرى بالتساوي على إخوته الأربعة إذن لديه 24 قلما احتفظ بأربعة منها 24 ناقص 4 يساوي 20 ولديه أربعة إخوة إذن سيقسم 20 قلما على إخوته الأربعة حسنا 20 تقسيم 4 يساوي 5 أحسنتم أحسنتم يا شطار لقد كنتم رائعين حقا لا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا لكي يصلكم كل جديد أيضا لا تنسوا أن تشاركوا فيديوهاتنا مع أهلكم وأصدقائكم لتعمل فائدة مع السلامة اشتركوا في القناة